بسم الله الرحمن الرحيم بعد أن كنا قد استعرضنا في المحاضرة السابقة مفهوم القيادة ومفهوم القوة نواصل اليوم حديثنا عن موضوع القيادة والقوة وتحديدا نتحدث عن نظريات القيادة ونبدأها بنظرية السمات وهذه النظرية قائمة على أن القائد يولد ولا يصنع القائد يولد قائد وبمعنى أن القيادة ما هي إلا مسألة وراسية أي أن القائد يولد بصفات تجعل منه قائدا وبالتالي هذه النظرية تقوم على أن القائد يولد ولا يصنع وهذه النظرية وجهت بكثير من النقط باعتبار أن أغفلت الجوانب الأخرى خلاف الجوانب الوراسية في القيادة مثل الجوانب السلوكية والجوانب التفاعلية مثل الموقف وقيرها والأنماط وقيرها النظرية الثانية وهي نظرية هذا الانتقاد الذي وجه لهذه النظرية أنها تجاهلت احتياجات الأدباع فشلت في تحديد وترتيب الصفات وأهميتها أهملة الموقف وهذا ما ذكرناه في حديثنا السابق لأن هذه النظرية تقوم على صفات زي ما ذكرنا يولد بها القائد صفات وراسية باعتبار أن القيادة هي مسألة وراسية النظرية الثانية في القيادة هي النظرية السلوكية وهذه النظرية ركزت على أفعال القائد بدلا من صفاتي أي ركزت على سلوك القائد وهذا معنى أن القيادة يمكن أن نصنع القائد أن القيادة يمكن أن تكتسب خلافا للنظرية السابقة والتي قالت أن القيادة أن القائد يولد قائد ولا يصنع لكن هذه النظرية ركزت على أفعال القائد على سلوك القائد باعتبار أننا يمكن أن نكسب الشخص مهارات القيادة وبالتالي يمكن أن نصنع القادة والنظرية الثالثة هي نظرية الأنماط القيادية وهي تقسم القيادة في علاقتها بالقوة والسلطة إلى أولا قيادة ديكتاتورية أو قيادة سلطية أو استبدادية وهذا النمط القيادي النمط الأول القرارات فيه تكون قرارات مركزية والاتصالات تكون باتجاه واحد من أعلى إلى أسفل يعني من القائد إلى التابعين الاتصالات تكون في اتجاه واحد التابعون خارج نطاق السلطة وهذا وفق الافتراض نظرية X التي سبق أن درسناها باعتبار أن هذه النظرية تفترض أن العاملين كسولين لا يحبون العمل وبالتالي أصحاب هذه النظرية أو هذا النمط يقول أن هذا النمط يتناسب مع الأشخاص وفقا للنظرية X أو النظرية SIN الذين لا يحبون العمل ولا يتحملون المسؤولية وبالتالي يجب إدارتهم عن طريق هذا النمط القيادي وهو نمط القيادة التسلطية أو الاستبدادية النمط الثاني هو نمط القيادة الديمقراطية والقيادة الديمقراطية من خصائصها أن هناك أن القايد يشرك المرؤوسين في اتخاذ القرار أنه كذلك أن الاقتصالات تكون باتجاهين من أسفل إلى أعلى من القايد للمرؤوسين ومن أعلى إلى أسفل من المرؤوسين للقايد فهي اتصالات متبادلة وهذا النمط يصلح مع وفقا للنظرية SIN صاط أو XY يصلح مع النمط صاط اللي هم الأفراد الذين يحبون العمل ويتحملون المسئولية ويداروا عن طريق الرقابة الذاتية وبالتالي هم من نوع العاملين الذين يمكن أن تعطى لهم السلطة أو تفوض لهم السلطة يتمي شراكم في مسألة اتخاذ القرارات وفي التخطيب النمط الثالث وهو نمط وسط وهو نمط القيادة الحرة وهي القيادة التي يجمع فيها القائد بين الإسلوب الدكتاتوري والإسلوب الديمقراطي فأنها تقع وسط بين القيادة التسلطية والقيادة الديمقراطية والقايد يشرك المرؤوسين في اتخاذ القرار وفقا للنمط هل هو نمط تسلطي أم هو نمط ديمقراطي فهو يشرك المرؤوسين في مسألة اتخاذ القرارات ويختلف مدى اشراك المرؤوسين في اتخاذ القرار اختلاف النمط القيادي المتبع وتنقسم القيادة في علاقتها بالقوة السلطة ذي ما ذكرنا وفقا للأنماط الثلاثة السابقة إلى النمط الذي يستخدم القوة بقدر ضئيل والنمط الذي لديه مسئولية جماعية تجاه المرؤوسين والنمط الذي يبادل المعلومات مع المرؤوسين ودور القيادة فيها يتدخل للتنسيق فقط والدعم والتجيع والقيادة تبقى خارج نطاق السلطة وإنما السلطة تكون في يد المرؤوسين وهذا هو نمط من أنماط القيادة نحن ذكرناها وهي نمط القيادة الحرة إلى هنا استدعوكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة